بسم الله والصلاة والسلام وعلى شك في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل ننتقل اليوم مع الوحدة السلسة اللي هي معادات الحركة في خط مستقيم وبتسارع سابت طبعاً هنا عندنا الحركة في خط مستقيم برضو الحركة الخطية بتسارع سابت تسارع سابت يعتبر هذا ويحن بدأنا ببداية خالص أنواع الحركات حركة في بعد واحد وفي بعدين وفي ثلاثة أبعاد ثم ركزنا على الحركة في خط مستقيم اللي هي الحركة الخطية في بعد واحد الحركة الخطية في خط مستقيم يأما حركة بسرعة سابتة في هذه الحالة تسارع سفر يأما الحركة بسرعة متغيرة في هذه الحالة في تسارع هنمسك الحالة التانية الحالة بسرعة متغيرة وفي تسارع في نوعين يأما تسارع سابت يأما تسارع متغير هنبدأ بتسارع سابت وهذا النوع من التسارع هذا النوع من الحركة يعني لم يكن بتسرعه ثابت دي في بعد واحد وبتسرعه ثابت من أبسط أنواع الحركة ويحدث فيها ويحدث فيها إيه أن السرعة تتزايد أو تتناقص بمقادير ثابتة وهناك ثلاث قوانين أساسية تستخدم في هذا الموضوع دي دي عبارة عن قوانين مهمة جدا قوانين القانون الأول اللي هو القانون لعين دي ده ده قانون رقم واحد القانون ده بيقول إيه بيقول لو أنا عندي سرعة نهائية اللي هي عطرف الأيسر دي سرعة نهائية ودي سرعة ابتدائية وده طبعا تسارع تسارع ثابت وده زمن دي العلاقة بين الأربع برامتر الموجودين عندنا سرعة ابتدائية سرعة نهائية تسارع زمن جسم بدأ نقول الله جسم بدأ بسرعة ابتدائية مقدارها في نوت تحرك خلال فترة زمانية مقدارها تي وتسارع مقداره ايه سرعته النهائية أصبحت في ايه العلاقة بين الفي والفي نوت والتي والا اه معادلة رقم واحد علاقة دي علاقة سرعة مع الزمن علاقة سرعة مع مين مع الزمن طب إزاحة مع الزمن دي المعادلة رقم اثنين دي المعادلة رقم اثنين علاقة إزاحة مع الزمن قضع الجسم بمسافة اكس اهي. بيساوي اكس نوت وفي الغالب دي بتساوي سفر. دائما بتساوي سفر. يعني ممكن نقول اكس على طول. بتساوي في نوت السرعة النهائية زائد نص. ايه تي سكوير? تمام? دي علاقة ازاحة مع الزمن. علاقة ازاحة مع مين? مع الزمن. اه طبعا المسافة بيساوي في نوت زائد نص دمعا هنا في تي. مع ليش خضم اطبعا هنا. العلاقة السرعة مع الازاحة بقى انه مربع سرعة نهائية بيساوي مربع سرعة ابتدائية زائد الاثنين في التسارع في المسافة ودي المعادلة رقم ثلاثة. يبقى ثلاث معادلات مهمين جدا. يجب ان نحن نتذكرهم دائما ونبقى حافظينهم لان هذه المعادلات السلاسة دائما ما بيأتي عليها بعض التمارين. وبالتالي احنا مهم جدا ان احنا يكون عندينا. تمام? اه طبعا اه بيكون عندينا فهم لهذه وحفظ لهذه المعادلات الثلاثة. لان نحن بنستخدمها. تمام? نستخدمها في ايجاد مسلا سرعة نهائية في ايجاد سرعة ابتدائية وغير. تمام? طبعا هالا الاكس نوت والفي نوت دي ازاحة ابتدائية وسرعة ابتدائية والاكس والفي دي سرعة ازاحة وسرعة بعد زمن تي بسموه سرعة نهائية والايه والتي دي تسارع زمن تمام? ولاحظ ان V في علاقة تسابقة تمثل السرعة اللحظية دي السرعة اللحظية يجب ان نفرق بين السرعة اللحظية لجسم متحرك بتسارع سابت وبين سرعته المتوسطة السرعة اللحظية بيسموها instantaneous velocity عشان كده اختصرناها VNST instantaneous velocity سرعة اللحظية يعني السرعة عند لحظة الجسم في تعرف السرعة اللحظية لجسم متحرك بتسارع بانها سرعة هذا الجسم عند لحظة معينة او سرعته عند نقطة ما على مسار حركته دي عبارة عن السرعة اللحظية احنا كدينا طبعا السرعة اللحظية بنعجيمها ازاي اهي يمكنها تعرف السرعة اللحظية بانها المشتق الأولى للإزاحة بالنسبة للزمن وغالبا ما اكتفي بقول السرعة بدء من السرعة اللحظية خلالا يبقى السرعة اللحظية بسوه دي اكس جات من فين السرعة اللحظية تساوي لمت یعنى نهاية دلتا تي لما تقول للسفر دلتا اكس على دلتا تي في الآخر خاص بتقول الرياضي اختصروها دلتا اكس على دلتا تي اللي هي مشتقة مشتقة الاولى الازاحة بالنسبة للزمن يبقى دي ازاحة الاكس دي ازاح او مش لازم يعني نكتب او نكتب بس معروف ان دي ازاح الدلتا اكس دي عبارة عن كمية كبيرة من المسافة بمعنى ايه انا عندي بيوب جسم اتحرك مثلا خلال مسافة مقدارها اكس من ايه الى بي انا بقسم المسافة المسافة دي ممكن اقسم المسافة الصغيرة كده كده المسافات الصغيرة دي هي عبارة عن مسلا دلتا اكس خلال فترة زمنية مدام احنا خدنا عنصر مسافة بناخد عنصر زمن تمام لو كان العنصر ده بتاعة دلتا اكس تقول الى دلتا اكس اقل يعني دي عدوان دي اكس اقل من دا عبارة عن كل دا جزئي في هذه الحالة دلتا تي تقول الى دي تي وبنقوله تحت نهاية لما دلتا تي تقول الى السفر يعني الزمن بيبقى اقل ما يمكن يبقى في هذه الحالة الجسم قضع مسافة صغيرة جدا لو احنا عندنا دي السرعة اللحظية السرعة ايه اللحظية ويمكن التعبير على السرعة بهذه العلاقة دلتا اكس على دلتا تي طبعا احنا ممكن ناخد بعض المسائل او ناخد مسألة عشان نستوعب هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر